الاسماعيلي يحقق فوزه الأول على الزمالك منذ خمس سنوات والفضل الأول لجمهور الدروش بأداء فني كبير من الجهاز الفني واللاعبين وبفضل حماس الجماهير نجح الاسماعيلي في تحقيق فوزه فوز يبعده أكثر عن منطقة الهبوط وبتشكيل غريب بطارية أغرب نال خوان كارلوس أسوريو أول هزيمة له مع الزمالك استحق الاسماعيلي الفوز طبعا ولا تستحقه جماهير الزمالك كل ما يحدث للفريق منذ بداية هذا العام مبروك للاسماعيلي وأكيد حظ أفضل للزمالك النهار ده الاسماعيلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد فوز مستحق للاسماعيلي فوز كان محتاجه الاسماعيلي عشان يبعد أكثر عن منطقة الهبوط ويتجاوز هزيمة بيرامدز الأخيرة النهار ده كان أداء الاسماعيلي فيه رجوله وحماس كبير جدا بسبب الجمهور اللي كان متواجد اللي فادل يهتف لفريقه طوال التسعين دقيقة ومع الوقت الضايع الاسماعيلي مع الكابتن حمزة جمل غير الاسماعيلي راكب مع أفكار حمزة جمل والله يسمحوه اللي عمل في الجماهيل الاسماعيلي كده يوم ما مشى حمزة الجمل في نهاية الموسم الماضي بعد ما أنقذ الفريق من الهبوط الموسم الماضي تصورنا أن كابتن حمزة الجمل هيبدأ الموسم ويتطور الفريق ويتدعمات الفريق فتغيرات بقى جهازة فنية كثيرة 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 منذ بداية الموسم وضعت الاسماعيلي في مكانة في منتهى السوق إلى أن جاء مرة أخرى حمزة الجمل واستعاد الفريق جزء من عافيته مرة أخرى فمبروك للاسماعيلي بداية يعني